بالنسبة للكاميرات خليني نفهم شوي أنواعهم وعليه تلقاتهم للصورة بدنا نرجع بالتاريخ شوي لأول كاميرا تم اختراحها بلشت القصة من العالم العربي ابن الهيثن قبل ألف سنة تقريبا لما دخل غرفة مظلمة على الآخر وفيها ثقب صغير وانتبه أنه المنظر الخارجي اللي بره هاي الغرفة عم بنعكس على الحياة جوه ولنعتبر أنه حط إقماش بيضة بس مشان يوضح معالم هذا المنظر الخارجي وهونا كانت بداية الحكاية في هاي الغرفة المظلمة أو ما أطلق عليها لاحقا باسم القمرة باللغة العربية بالإنجليزي كاميرا أوبسكورة يجى بعدها العالم الفرنسي جوزيف نيس وبدل هاي القماش البيضة بالصفيحة معدنية عليها مادة كيميائية بتنحرق لما تشوف الإضاءة وتركها على بلاكونتو بره يشوف المنظر الخارجي كيف دي نعكس على هاي الصفيحة وهونا لأول مرة في التاريخ تم التقاط منظر لايف قدامك حي بث ومباشر تم حفظه على إشي إنه عملت على صفيحة معدنية وبتقدر تشوفها اليوم في وقتنا الحالي موجودة في المتحف بعرف إنه الصورة مش واضحة يعني هاي كانت أول صورة في التاريخ المادة الكيميائية أخذت سبع ساعات لتتفاعل مع المنظر الخارجي يعني الشمس شرقت وغربت خلال التقاط الصورة فبتنتبه إنه جوانب العمارة على الجهتين لو وضحنا الصورة على الفوتشوب راح تكون مضوية بكل أحوال هاي أول صورة في التاريخ ومن هنا بلشت الفكرة أنك أنت تحتفظ بمنظر خارجي على صفيحة تطورت الكاميرا بعدين وصارت أحدث وأسرع وصارت المادة الكيميائية تتفاعل خلال دقائق بدل ساعات مشان هيك الصور زمان الفورتري خصوصا ما كان بزبط يكون واقف راح يتعب لأنه بيظل واقف على نفس الوقفة وغيريك ما بيكون مبتسم صعب إنه يمسك ابتسامته لعشر دقائق فزمان كان مشان يثبت راسه بمحله بدون ما يتحرك وتطلع الصورة واضحة كان في ملقط يثبته فيه راس المودل ويظل واقف قدام الكاميرا فمشان هيك معظمهم بتلاقيهم قاعدين ومكشرين شوي هيك تعبير وجههم زي البوكر فيس ما فيش تعبير أصلا مشان تطلع الصورة واضحة لكن وقتها واجهه مشكلة عويصة جدا اللي هي أبعاد الصورة كيف الصورة يمينة أو يسارة أو فوق أو تحت إيش اللي نبين منه مش قادرين نعرف ما في قدامنا غير صفيحة وبعد ما نأخذ الصورة بيبين والله إنه هذا الشخص راسه من فوق مكسوس أو رايحة لليمين شوي أو لليسار شوي ما كان فيه فوتوشوب زماني ما كتقزقص الصورة مثلا طيب شو الحل كان يليه بداية كان المصور يتخيل الأبعاد بعينه تقريبا مع الخبرة بيصير يعرف وين يمين ويسار وفوق وتحت بعدين اطور الموضوع أكثر واخترعوا أول كاميرا فيها عدستين عدسة بتصور الصورة الحقيقية وعدسة ثانية مشابهة للبعد البؤري للعدسة الأولى هاي الكاميرا أطلقوا عليها اسم TLR أو Twin Lens Reflex TLR زي ما حكيت لكم عدسة بتقدر تطلع منها وتشوف أبعاد تقريبية للصورة قبل التقاطها والعدسة الثانية اللي هي الحقيقية بيكون وراها السنسور لكن هاي العدسة الثانية لسه ما بتعطيك مية بالمية أبعاد الصورة وفوق وتحت ويمين ويسار أو حتى الزوم تاعها إلى آخرين طيب شو الحلية ليو؟ اطور الموضوع أكثر واخترعوا بعدها كاميرا بعدسة وحدة واطلق عليها اسم Single Lens Reflex كيف طريقة تعمل هاي الكاميرا؟ ركزوا معي لأنها هي مهمة جدا وهاي الكاميرات الحديثة اللي بدينا اليوم هي كاميرا فيها عدسة وراها هي العدسة في مراي مائلة بزاوية 45 درجة هاي المراي المائلة بس يدخل عليها الضوء أو الصورة تعكس الصورة والضوء لفوق بعدين بدخل الصورة على موشور زجاجي وبتنعكس على عينك هاي المنطقة اللي بتحط عينك عليها منسميها View Finder فأنت هون قبل ما تلتقط الصورة تسمع صوت تشك 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 شو هاي الصورة اللي هي المراي رفعت وبعدين دخلت الصورة على السنسور تم التقاط الصورة ورجعت نزلت المراي فمشان هيك بكاميرات الـ SLR لما تأخذ الصورة رح تلاقي انه الـ View Finder قلب عصبت ولاحظ حكيت كلمة SLR طب يليهم من وين اجت DSLR الـ D معناها Digital حبيبي اللي هي الكاميرات الحديثة الزمان ما كان فيه Digital والممري اللي تنقول عليها الصور كان الفيلم فبعديها اطور الموضوع صارت الكاميرات Digital واتطورت لـ DSLR وهي هي الكاميرات الحديثة اللي بين ايدينا حاليا كاميرات فيها مراية بتخليك تشوف الصورة وابعادها من فوق وتحت ويمين ويسار والزوم تاحها الطبيعي قبل التقاط الصورة لكن عم نواجه مشكلة لسه بكاميرات الـ SLR ان الصورة اللي منشوفها بالـ Viewfinder إضاءتها والوانها مختلفة عن الصورة لما نلتقطها فهونا تم اختراع أحدث كاميرا اللي هي كاميرات الميرورلس رح نحكي عنها بالفيديو الجاي بتخليك تشوف الصورة بأبعادها مع الزوم مع إضاءة والألوان نفسها للصورة لما تلتقطها فهيك انت بتعرف شو بدك بالضبط قبل ما تكفز كبسة الشتر وتأخذ الصورة